أهلا بكم يا أصدقائي في درس جديد تعليم القهرباء للأطفال والنهاردة هنتكلم عن المقاومة إيه هي المقاومة؟ وإزاي؟ وشكلها إيه؟ كل الكلام ده هنعرفه النهاردة في الحلقة إحنا هنفترض إن فيه واحد قاعد يفكر إيه هي المقاومة؟ المقاومة هو شكلها زي ما أنت شايف كده في الصورة تترسم بالشكل دوت وعلشان تفهم يعني إيه مقاومة أعدي لك مثال الست ديت ركبة بسكليتة والبسكليتة بتاعتها وقفت بيها كانت ماشية بسرعة جمدة جدا وبعدين وهي في الطريق وقفت وقالت يا رب بعث لي حد يساعدني وبعدين جالها أخوها بالصدفة فركبت على العجلة وماشي قوا بيها وهو ماشي ماشي بالراحة مش قادر يجري بسرعة فبتقوله اجري بسرعة قال لها مش قادر علشان المقاومة كبيرة فهمت يعني إيه مقاومة؟ يعني صعوبة المشوار حدي لك مثال تاني لو انت ماشي في طريق متسافلت هل هتبقى أسهل ولا هتبقى ماشي في طريق مش متسافلت هتبقى أسهل؟ أكيد لو انت ماشي في طريق متسافلت هتبقى المشوار سهل على عربيتك المقاومة بتتقاس بحاجة اسمها القومة وبتترسم كده هو طب المقاومة بتعتمد على ايه؟ So we preconiba epistate كلما كان الطريق طويل كلما كان هناك صعوبة كبيرة يبقى المقاومة تعتمد على طول الطريق طب السؤال اللي بعديه المقاومة تعتمد على عرض الطريق؟ طبعا متعتمد على عرض الطريق طب و لو كان الطيارة اللي ماشيه يبقى تردتها التاعتمد على ارتفاع الطريق كمان طبعا تعتمد على ارتفاع الطريق يعني لو انت عندك مثلا مساحة بقى في الحالة دي 3 متر في 3 متر يبقى ممكن تشبهها كأن عندك دور أول بتمشي فيها عرميات ودور تاني ودور تالت طيب انت تفتكر المقامة بتزيد لما المساحة بتزيد ولا بتقل لما المساحة تزيد يعني مساحة الطريق زادت يبقى المقامة هتزيد ولا هتقل لما بقولك مساحة الطريق بقصد معناها عرض الطريق في الارتفاع علشان تعرف الإجابة تخيل ان انت عندك إلكترون والإلكترون دوت يعني ماشي عشوائي زي المسطول خلاص وانت عندك جدارين جدار فوق وجدار تحت والإلكترون مش قادر يمشي في خط مستقيم وعلشان كده لازم يخبط في الجدار اليمين ويخبط في الجدار الشمال شوية تفتكر هيقدر يوصل للمخرج بسهولة لما الجدارين يبعدوا عن بعض ولا لما يقربوا عن بعض أكيد لما الجدارين يقربوا عن بعض هيبقى الإلكترون مجبر ان هو يمشي في خط مستقيم وحتبقى أسهل له وده معنى إيه؟ وده معنى إن المقامة بتتناسب عكسياً مع مساحة الطريق طيب لو جينا حطينا المعادلة بتاعة المقامة إحنا قلنا بتتناسب ترنتياً مع الطول وبتتناسب عكسياً مع المساحة وبعدين في سابت للتناسب في السابت ده اسمه رو يبقى المقامة هارة تساوي رو مضروبة في L على الأرية الرو ده بيختلف من معدن لمعدن يعني لو عندك مثلاً طريق ترابي يبقى الرو بتاعة التراب لو عندك احتكاك مع الحديد يبقى الرو بتاعة الحديد وهكذا وبكده يبقى احنا تعلمنا المعادلة بتاعة المقامة في الحلقة دي R تساوي رو مضروبة في L على الأرية وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هكلمك فيها عن المكثف وعن الكويل ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب واكتبولي في التعليقات وشجعوني والسلام عليكم ورحمة الله